رحلة الاحتراف جديرة بالتوقف عندها شوية لأننا نتحدث عن دسوء للنادي لا، هذا الحكاية بعد ذلك تخطط الحدود القطر المصري ومن دسوء للسويد وفرنسا وفين كمان يوجد؟ ألمانيا حالياً حالياً في ألمانيا حالياً في نادي دوسلدورف ألمانيا ودوسلدورف تعتبر هي من عواصم تنس الطاولة في العالم نادي بروسيا دوسلدورف من أكثر الأندية حصولاً على الألقاب في العالم كله أكثر نادي حصولاً على التشامبينز ليك في ناست الطاولة دي حاجة برضو من الحاجات اللي أنا مبسوط قوي نحن نارده مع بعض عشان جمهور النادي الأهلي ما شاء الله جمهور مثقف جداً يعني تلاقي ناس كتيرة قوي على السوشيال ميديا متابعاني وأنا بلعب ماتشات تشامبينز ليك بره حتى مع النادي الألماني أو حتى لما بنيجي نقابل أندي تانية في فرنسا أو في روسيا ألاقي دايماً صفحات النادي الأهلي بالتابع والمباريات وده حاجة أعتقد أنها نادرة الحدوث في مصر عوما انت معانا تقريباً في برنامج تقريباً كل يوم يعني من غير متوقع وقت بقلك أنت خبر ثابت معانا بأننا فترة مش مش لينا والله شرف لينا وربنا ده شرف لينا وحقيقي حاجة تسعدنا كلنا ولكن عايز أقول أن متابعة الجمهور النادي الأهلي متابعة مسؤولين النادي الأهلي حتى وأنت خارج مصر وبتمثل أندية تانية دي حاجة أعتقد أن هي نادرة الحدوث جداً يعني حتى المسؤولين في النادي الأهلي يعني لسه في بطولة من أسبوع خلصانة كانت بطولة قوية جداً وإحنا ما كناش مرشحين في الفوز كانت في ليجوس في نيجيريا ومصنف الأول على البطولة قم عشر على العالم وأنا بمثل منتخب مصر لما ربنا وفقني الحمد لله وفزت أول رسالة جاءت لي كانت من كابتن خالد العوادي ومدير نشاط الرياضي بيقول لي عمر أنا كنت أتفرج على الماتش وانت يعني علتلي ضغطي كابتن خالد أصلاً من الشخصات المحترمة جداً بصراحة هو السابورتيف قوي جداً لأنه هو كان لاعب مميز في النادي الأهلي كورة يد فعشان كده هو حاسس إحس أنك أنت بتلعب في أفريقيا في أفريقيا ومش في أرضك وبتلعب واحد تاني وسط جمهوره مع منتخب مصر وتقدر طبعاً علاقتي بكابتن خالد علاقة طيبة جداً وكمان مع مسؤولين النادي الأهلي اللي هم دائماً بتابعوني كابتن خالد المرتاجي وطبعاً على رأسهم كابتن محمود الخطيب طبعاً لأنني أريد أقول لك على حاجة أنا مكنتش أحترف لو كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حامل دي ربنا ديره صحة ما كانش سمحوا لي أن أنا أطلع يعني إحنا قعدنا أنا فاكر الاجتماع ده اجتماع ما حدش يعرف تقريباً القصة دي يعني إحنا فوزنا الحمد لله بلقب الدوري وأنا كان عندي 14 سنة وأنا لعبت ماتش الفاين وبعد كده دكتور علاء مشرف قرر أنه يكافئني بشكل خاص فتاني يوم رح نادي أهل الجزيرة وقعدت مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي عشان يكرموني بشكل كده عائلي يعني